عندنا النهاردة اكتر من قضية واكتر من موضوع دائما بنتكلم على الكورة ونظام الكورة والحدوتة والقصة النهاردة بنبحث عن الحلول وبالتالي من خلال ضيوفي هقول لكم دلوقتي انه ازاي هنبدأ نطرح حلول ان شاء الله من خلال ضيفية الكريمين اللي هيكونوا موجودين معايا النهاردة لكن خلينا نبدأ بانوان عارض جدا الحلم الالومبي ايه الحلم الالومبي احنا كلنا نستنيين الالومبياد مناش نصيب في كاس العالم من الفين وعشرة مناش نصيب في كاس الامم الافريقية طلع عندنا جيل جيد جدا عفوا جيل محترم جدا جدا معا مدرب اكتر من رائع رجيرو مكالي ما في حد الا تكلم على راجل ده احلى اروع اجمل كلام حلو الكلام تمام التمام راجل الشغل راحل بطولة الافريقية واخد مركز تاني لانه تعرض طرد محمود صابر في الربع ساعة الاولى بعد ما كنا متقدمين على المغرب واحد لكن خدنا المركز التاني وتأهلنا مباشرة الى الالومبياد بدأ يشتغل الراجل بشكل كويس وجينا على التكة الاخيرة تكة الحلم الالومبي اللي انتوا شايفينه قدامكم على الشاشة ده وبدأت المشاكل والازمات اولا معرفش ياخد اللعيبة التلاتة اللي فوق السن وعلى فكرة انا قلت وحقول تاني هذا حق للاندية عشان في ناس قاعدت تطلع ده بيقول نعم هذا حق للاندية اللعيبة اللي فوق السن في كل العالم في كل الدنيا ممكن الاندية تبعت وممكن ما تبعتش وبالتالي هناك تنافس على بطولة الدور العام فالنادي الاهلي اعتذر عن انضمام امام عشور ومحمد عبد المنعم ونادي اعتذر عن انضمام مصطفى فاتحي نادي الزمالك وافق مشكورا عن انضمام زيزو لانه نادي الزمالك نظريا هو خارج او عمليا زي ما انت عايز تقول اقول هو خارج المنافسة على بطولة الدور العام فالزمالك قال لك على العين والرأس وموقف جيد وموقف محترم لكن ظروف نادي الزمالك سمحت بهذا لو الزمالك كان داخل المنافسة زيزو كمان ما كانش حيسافر هنجيب بس من الاخر عشان تبقى الدنيا واضحة للجميع لكن اي نادي بيتعاون مع المنتخب كتر الف مليون خيره والنادي اللي بيطبق اللوايح برضه وانقدرش نقوله حاجة والدليل انه حدش قدر يقول حاجة لانه ده بسبب سوء النظام سوء التنظيم بتاع بطولة الدور العام اللي مأخرنا لحد هذه اللحظة العراق خلصت مبارح الدوري وفريق الشرطة فاز بالبطولة وبريكنا للكابطن مؤمن سليمان في اللي بيت الدوري خلص في المغرب دوري خلص في تونس الدوري خلص في الجزائر الدوري كله 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 خلص ما عاد احناه النهاردة drafting نهاية كاسة الجزائر كمان وخلص وشباب بلزدات فاز بالبطولة اذا الخطأ من عندنا الخطأ في انظامنا الخطأ في ترتبنا الخطأ في ادادنا الخطأ في تحضرنا احنا لا نلومنا إلا أنفسنا احنا اللي غلطانيين مش حاجة ارمي على الاندية هنا خالص على اطلاق حرمي على نفسي ولازم نصلح من نفسي وده اللي بنحاول نعمله النهاردة ودي الحلول اللي هنحاول نطرحها في حلقة النهاردة بإذن الله أرجع تاني المعسكر بتاع المنتخب انطلق اليوم معسكر منتخبنا الوطني الأولمبي استعدادا للمشاركة في دورة باريس الأولمبي مين اللي كانوا في المعسكر عشرين لعيب طيب المسابقة هتنطلق امتى يوم 24 يوليو الجاري والنهاء ان شاء الله يوم تسعى أغسطس ده الدباجة الأولية طيب احنا عندنا ماتشاطنا امتى مصر مع الدومينيكان يوم 24 يوليو بعدها مصر مع أسباكستان يوم 27 يوليو بعدها مصر مع أسبانيا يوم 30 يوليو بإذن الله ادي المبرادة تحت منتخبنا الوطني طيب لو تأهلنا ان شاء الله وصعدنا هنلعب في الدورة التانية مع أحد منتخبات المجموعة الرابعة اللي فيها مالي اللي فيها برجوي اللي فيها اليابان وفيها الكيان الصهيوني طيب يوم اتنين أغسطس في حالة تجاوز هذا الدور هنلعب في نصف النهائي مباشرة يوم 5 أغسطس في كل الأحوال بقى طالما وصلنا نصف النهائي هنكمل احنا 12 مرة يا جماعة بنشارك في الأولمبياد ليست أول مرة احنا بدأنا في الأولمبياد سنة 28 و سنة 64 والأولمبياد بدأ قبل قبل كاس العالم يعني كاس العالم اظن بدأ سنة 30 28 كان عمستردام و كانت مصر موجودة في 12 مرة بقولك احنا من 28 و احنا 64 و ده كانت إنجازاتنا في التصفيات أو في النهائيات في الأولمبياد النسخة دي فيها منتخبين عربيين مع منتخب مصر منتخب المغربي اللي بيشارك للمرة التامنة و المنتخب العراقي اللي بيشارك للمرة الستة و على فكرة سبق له التأهل للمربع الدهبي في دورة أتنى 2004 الفرقتين دول بياخدوا المنافسات ضمن المجموعة التانية معامل أرجنتين و أوكرانيا عشان كده كل واحد منهم عنده فرصة جيدة ان شاء الله الفرق اللي بتشارك في باريس و سبق لها الفوز بمديليات أولمبية تعال عد معك الأرجنتين لها مديليتين 2004-2008 أنا بتكلم عن الذهب أسبانيا لها ذهب 1992 فرنسا لها ذهب 1998 الولايات المتحدة لها فضة سنة 1904 و على فكرة البرازيل مش في الأولمبياد نعم البرازيل مش في الأولمبياد